قرار عاجل بشأن أسعار الخبز السياحي والفينوة خبر صار من صندوق النقد ومصر تنتظر وصول 30 مليار دولار أهلا بكم في حصاد الأحد الإغباري والبداية من وزارة التموين حيث أصدر دكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه بشأن الخبز السياحي الحر والفينو وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء بتحديد وزن وسار العيش السياحي والفينو وجاء في المدى الأولى تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بأسعار مناسبة وعادلة تقوم المخابزة السياحية الحرة والمخابزة الأفرنجية التي تقوم بإنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بتوفير الدقيق الحر من مطاحن القطاع الخاص الحر المنتجة للدقيق بمعرفتها والمادة الثانية قيام المخابز السياحية الحر والمخابز الأفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72% بالإعلان في مكان واضح على واجهة المغبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز وجاءت الأسعار كالتالي خبز السياحي حر وزن 80 جرام بسعر 150 قرش ووزن 40 جرام بسعر 75 قرش ووزن 25 جرام بسعر 50 قرش وإلى خبر سعيد ومهم من صندوق النقد الدولية حيث تسلمت مصر أمس 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولية وذلك وفقا لما نشره موقع اقتصاد الشرق نقلا عن مصدرين مطلعين اليوم وجاء صرف هذه الشريحة بعد أن أتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قبل أيام المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر الماضيين على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وهو ما أتاح لها الحصول على 820 مليون دولار فورا وفقا لما أعلن عنه الصندوق في بيان له بوقت سابق وكانت مصر تسلمت في ديسمبر قبل الماضي أول دفع بنحو 350 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليار دولار قبل رفعه إلى 8 مليار دولار في مارس الماضي وإلى الدكتور محمد معيت وزير المالي الذي توقع وصول حجم التضفقات النقدية التي من المقرر دخولها مصر حتى شهر يونيو المقبل 2024 تتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار وفقا لتقديرات الحكومة في استقبال الدفعات النقدية من برنامج التروحات وغيرها من المشروعات الاستثمارية وأضاف وزير المالية في تصريحات تلفزيونية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن أنه تم الإعلان منذ فترة عن وصول الاحتياط النقدية الأجنبية في البنك المركزي إلى أكثر من 40 مليار دولار وسط تطلعات كبيرة من جانب الحكومة لزيادته خلال الفترة المقبلة من خلال استقبال التضفقات النقدية في الفترة المقبلة وأكد الدكتور محمد معيت خلال لقائه أن 50% من عائدات برنامج التروحات الحكومية وخاصة مشروع رأس الحكمة تستخدم لخفض الدين الخارجي لمصر مشيرا إلى أن الشريحة ثانية من صفقة رأس الحكمة قد تكون 20 مليار دولار ومن المقرر أن تصل مصر قريبا وآخر خبر في نشرتنا من البنك المركزي الذي سيطرح غدا سندات خزانة ذات عائد ثابت بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات وبدورية صرف عائد نصف سنوية وسعر كوبون 25.151% وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على أجل زمنية مختلفة وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعرية عائد الإداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الاعتماد والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% وإلى هنا مشاهدين نصل إلى ختم نشرتنا كانت معكم مريم كمال من بنكير شكرا لكم وإلى اللقاء